السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوتو الثالث بيقول عليه لكل فعل رد فعل المساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه ويعتبر قرن نيوتو الثالث خلها استخداما في معالجة المسائل المتعلقة بمسببات الحرك وجيما قلنا هذا القانون زي مكتوب القانون ده بينوصع لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. تبرز اهمية قانونية في الحركة عندما نحاول دراسة حركة الاجسام تحت اثير القوة. وعشان نساهل ذلك نتبع بعض الخطوات. ايه الخطوات? بنعزل الجسم. خطوات مهمة جدا جدا جدا. عشان احنا نساهل المسائل. نعزل الجسم عزلا تاما عن الوسط الموجود به. ونرسمه على انفراد. نوجد كافة القوة. بعد ما نرسم الجسم احنا طبعا بنعمل مخططة الجسم الحور. نوجد كافة القوة المؤسرة عليها. المؤسرة على هذا الجسم. ثم نوجد محصلة القوة. ثم نطبق قانونية الثالث. طبعا نكرر ذلك على كل جسم. ونحصل عدة معادلات مساوية لعدل الاجسام. تمام? ومنها ممكن نجيب الحاجات المجهولة. اشياء المجهولة. يبا اول حاجة احنا بنعمل نرسم الجسم. رسما بسيطا تمام? ورسم بسيطا ورسم صحيح. جسم بيسقط زي كده. كرة بتسقط. اهي. اروح ارسم ادي كرة. سهلة جدا. الكرة لما بتسقط يبا في وزن الى اسف. وهزا الكرة بتسقط خلال وسط مقاوم يبا في قوة بتمنعها برمزها بالرمز اف كي. محصلة ثم اوجد محصلة القوة يبا دابليو ماينس اف كي. ثم ما اسويها بقانون نيوتن الثالث. ده لو عندي جسم. لو عندي اكسر من جسم هيديني اكسر من معادلة. وهكذا. احنا عندنا مثلا القانون نيوتن الثالث لكل اهل هذه القوة المؤسرة بالساوي ماينس. يعني طبعا معاكس الافتية يبا ماينس القوة برد الفعل. زي الشكل ده. الشكل ده يوضح ايه فكرة قانونة الثالث حيث ينطلق الصاروخ. تمام? للامام. ليه بينطلق نتيجة رد الفعل المعاكس لقوة اندفاع. لقوة اندفاع مين? الغازات من الخلف. وبالتالي بيندفع الصاروخ. طبعا اندفاع الصاروخ تمام? بفعل مين? بفعل المعاكس لقوة اندفاع الغازات. يبقى لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له بالاتجاه. ملحوظة الفعل ورد الفعل لا يؤسران في جسم واحد بل يؤسران في جسمين مختلفين. بمعنى ايه? لو انت دغطب ايدك على منضضة. قوة الفعل تؤثر في المنضضة. بينما تقابلها ايه? قوة رد الفعل تؤثر في الايد. وبالتالي بتؤثر على اكسر من جسم. واكسر مختلفة. هناخد مسال. جسم وزنه عشرة نيوتين. الوزن هنا بقى. بيستقر على سطح الطاولة افقية. احسب رد فعل سطح الطاولة على الجسم مع الرسم اهو. ادي اول حاجة انا رسمت الجسم. جسم. ادي وزنه عشرة نيوتين. الطاولة لها رد فعلي الى على ان. يبقى انا رسمت كده. لازم نحط القوة. تمام? طبعا الان هنا بتسوي بتسوي الوزن الى اسفل. بتسوي الوزن الى اسفل. تمام? بتسوي الوزن الى اسفل. وبالتالي في هذه الحالة الو بتسوي ايه? بتسوي الان. الو بتسوي الان. يعني الان برضو عشرة نيوتين. مسألة بسيطة جدا وسهلة. شكل مرافق. دي يوضح ان الجسم بيضغل على سطح الطاولة بقوة فعل. وزن هي وزنه. وان سطح الطاولة يؤسع الجسم بقوة رد الفعل ان. هناخد مسألة تانية. سرايا اللي هي النجفة دي وزنها خمستاشر نيوتين. اللي قد بواسطة حبل مهمة للوزن. وليه مهمة للوزن عشان نحنا نركز بس على ايه? على كتلة السرايا. سرايا. الاسف في غرفة. فاذا كانت سرايا متزنة. فاحسب الشد في الحبل وبين قوة الفعل ورد الفعل او. انا عندي بارسمها كالاتي. انا عندي وزن. الى اسفل. عندي شد الى اعلى وبنرسم هاي. ادي شد الى اعلى وفيه شد في الخيط وفيه شد في السكة طبعا. هنحلل المسألة كالاتي. اولا القواتين المؤسساتين في السرايا هم الوزن الى اسفل والشد الى اعلى. ومعد مدام الجسم عندنا متزن يبقى في هذه الحالة الشد الى اعلى. ماينس ففتين اللي هو الوزن بيساوي سفر. لان مدام الجسم متزن يبقى التسارع بيساوي زيرو. يبقى الكتلة في زيرو بزيرو. عضول. في هذه الحالة يبقى تي بيساوي كام? خمستاشر نيوت. عند نقطة التعليق من السكف. هناك قوة فعل. هي الشد في الحبل تي. تؤثر في مين? تؤثر في سخف الغرفة. الى اسفل. بينما قوة رد الفعل وهي القوة التي يؤثر بها سخف الغرفة في الحبل واتجاهها الى اعلى. لاحظ ان نلاحظ ان القوتين متساوتين في المقدار ومتضطين في الاتجاه. وعلى خط عمل واحد. تبقى لقانون نيوتن الثالث. حركة مادية. حركة جملة مادية. هنحسب تسارع. حركة جملة مادية. جملة مادية يعني مثلا مكونة من اكثر من جسم. جسمين مثلا مرتبطين ببعض ازا كده. بحبل وبكلاء والحبل يمر على بقرة ملساء. نعمل هزاي. هناخد بمسائلين. مثال زيك المكينة بتاعة اتود او اتود. هنديس ها حركة هزي الاشياء. اولا نحدد القوة المؤسرة في كل جسم على حدة. طبعا من الخطوات اللي قلناها. وبعدين نطبق قانون نيوتن الثاني لكل جسم برضو على حدة. بنحصل على كذا معادلة ونحلها. يعني في نحسب عاجلة حركة كل جسم. لان في المسائل دي بيبقى مطلوب منينا ثلاثة اشياء. اولا احنا. اللي بطلوب منينا مسلا واحد. القوة. نحددها. نرسمها ونحددها على الشكل. اتنين التسارع. تلاتة. الشد. تمام? دي عبارة عن المعادلة ديتا كله دايما. وعشان نسهل دراسة الحركة سنعتبر ان الخيط دائما مهمة الكتلة. وما يزدادش. ما يتمطش. ما يحصلش اي ان عاجة حركة الجسمين متساوية في المقدار. والبكرة ملساء. وخفيفة الوزن. يعني مهمات الكتلة. عندها نعتبر ان المجموعة مكونة فقط من الجسمين. وتكون قوة الشد على جانبي البكرة دائما الشد في اتجاه البكرة. ناحية البكرة. وكلهما ايه? الشد في كل خيط ناحية اي جسم. بيساو متساوين. ونختار محور اكس. الموجب ليكون باتجاه حركة كل من الجسمين. نكتفي بهذا القدر وان شاء الله نكمل هذا الجزء في مرحلة القادمة. شكرا.